السلام عليكم ورحمة الله وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اللهم لا سهلها إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة اليوم عندنا اليونت الثاني طيب أول شغلة عندنا هذه المفردات كلش مهمة أو ما كل سنة ما أجدتك بالوزار يعني ما كل سنة عيش عارفيا جدا مهمة والموضوع سهل وبسيط وراح نحلها آن وياكم طيب عندك مجموعتين من الكلمات المجموعة الأولى هاي الفوق هاي المجموعة الأولى مثل ما تشوف قدامك خليكيها بلونة حمر يعني خليني أسهلها لكم خلينا نقول هاي قائمة أي حلو وعندك المجموعة الثانية اللي هي قائمة بي أوكي تمام إذن قائمة أي وقائمة بي هذن الفوق أفعال وجو أسمع يعني أنا مثلا أقول جو يذهب المن يروح يروح للسينما مثلا ريد يقرأ شي يقرأ يقرأ اللعبة لا يقرأ السينما لا يقرأ الطوبة البول لا فأنا ش راح أسوي راح نحلها أنا ياكم ونحفظه مهم جدا وراح أعلمكم شلون تحفظون يلا يا أبطال أنا عندي هاذ أبيكنيك هاذ أبيكنيك يعني أنت عندك نزهة يعني عندك استراحة هاذ أبيكنيك أستاذ أنا أحفظه وأنسى والله لو حفظتني ما تنسى تتدري شون تقرأ تقول هاذ أبيكنيك ها أستاذ أنا قرأت هاي مو قرأة حبيبي تدري القرأة شلون تصير بتكرار هاذ أبيكنيك لديك نزهة 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 هاذ أبيكنيك أظل حيد بيها إلا أنت نحفظ على مود من تجينها أحطوها بيكنيك حلو الوراها الثانية عندي هاذ أريست يعني عندك استراحة هاذ أريست لديك استراحة هاذ أريست لديك استراحة هاذ أريست لديك استراحة من تجيك الهاف تختاروه يهارست طبعا هو ما تجيب لك ايهن اثنين هين يجيب لك هاف تختاروه يهارست او يجيب لك بيكنيك يعني ما يجيب لك ايهن اثنين هين لا يجيب لك واحدة بس انت لازم تقراها اثنين هين ثانية يعني معناها يذهب الى التسوق شو نرى فهستا تكرار يذهب للتسوق وراها عندي يذهب للصيد السمك أو يذهب للصيد طبعاً to the cinema عادي يعني go to the cinema يعني يذهب للسينما go to the cinema يذهب إلى السينما هذا من ثلاثة راح أجيب لك واحدة من عدنا أخوان ما أجيب لك يهان كلهن أجيب لك واحدة من عدنا أجيب لك واحدة من عدن فقط وأنت تختار من عدن يعني خلوان ما أجيب لك أجيب لك واحدة من عدن والموضوع يصير سهل يعني لا تخافون بس أريدك تقرأ شون تقرأ من خلال التكرار أظل أكرر أظل أكرر go shopping go fishing go to the cinema أحفظهن مع بعض طيب اللي وراها kick ball kick a ball يعني يركل الكرة أظل أعيد kick a ball يركل الكرة 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 يعني يضرب الطوبة kick a ball يركل الكرة يضرب الكرة kick a ball يضرب الكرة أو الكرة يركل مو مشكلة read a story يقرأ قصة read a story يقرأ قصة read a story أظل أعيد بيها وأكتبها أنطبعت بعد باتنساها أبد أوكي ثمانية score a goal يسجل هدف 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 من الظل تعيد بيها ما تنساها أبد وينتجك بالامتحان score a goal آي ما أخذها آني score يسجل شي يسجل يسجل السينما لا يسجل في الصيد لا يسجل ال goal score يسجل يسجل score أو يسجل نقطة score a goal يسجل نقطة score a goal score a point يعني يسجل نقطة score a point يعني شونا بل يأخذ نقطة يربح هاي النقطة score a point يسجل 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 النقطة أظل عيد sometimes بعض الوقت spend يقضي شين معنى يقضي يعني يقضي يقضي وقت ما يقول spend sometimes يعني يقضي وقت ما يقضي أي وقت spend the afternoon يعني شون يقول يقضي العصريات يقول يقضي العصر يعني فترة ما بعد الضور العصريات يعني يقضي المساء يقضي watch tv يشاهد التلفاز watch tv 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 win game win a game win a game win a game win a game do happy دو هابي دو هابي دو هابي دو هابي دو هابي دو هابي يعني يفعل هوايته اوكي يقوم بالهواية مالته اللي يحبه رح ننتقل هسه على موضوع التحدث عن ما تحب وماذا تكره الشي اللي انت تحبه وشي اللي انت تكرهه اولا عندها ملاحظات مهمة يا ابطال الملاحظة الاولى اول ملاحظة ركزوا لي عليها انه دائما دائما يعني هذي الافعال اللي هو الهيت واللاب والانجوي واللايك والدسلايك هذين دائما نستخدمهن بهذا الموضوع ودائما هذين الافعال يجي وراهن ing يعني فعل بing يلا طبعا يلا شباب يلا يا ابطال يلا عيني اذا hate love enjoy like dislike ناخذ لهم فعل بing وراهم يعني اذا hate love enjoy like dislike هذين شو تحط وراهن تحط فعل بing لا تنساهن يعني هسا مثلا انان عندك هاي القاعدة i انا love او يعني like او love او enjoy اي واحدة من هذين اي واحدة من هذين like او love او enjoy زائدا فعل يحتوي على ing هذا الشي اللي انت تحبه اذا اقول like او اقول love او اقول enjoy وحط وراهم فعل بing هذا الشي اللي انت تحبه بمي هوforż بدسان ما سامع اقولك نطيني like يعني انت حبت هذا الشي love يعني احبه اي اوة وحبك enjoy though enjoy يعني استمتع هذين التلافه من يجنك معناها راح تحط وراه الفعل ing يعني انت تتحدث عن شي تحبه حلو طيب من تشوف كلمة hate don't like هذنة لثلاثة يجن كوية فشي انت تكره يعني انت ما تحبه شي انت ما تحبه يعني مثلا طبعا شون تعرف هذا السؤال يعني من تشوف كلمة express يعني عبر يعني عبر خليني ناخد امثلة خليني ناخد امثلة لعنى موضة شي اصير شوية المادة واضح يلا يا ابطاء طبعا جاني السؤال يقل يا ابا express your like concerning coffee هاي تجمع كل شما فتتنع لها استاذ راح تقول I like coffee استاذاني شون عارف هذا السؤال ما هو قيل لك like انت من يشوف كلمة like يعني يحب يتقول ل I like coffee استاذ يعني بس انا نكتب نعم بس انت تكتب I like coffee شون عارف صيغة للسؤال بنشوف كلمة express your like يلا عيدوا ايجاي express your like معناها عبر عن 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 I like coffee قلت لي يابا انا احب الكوفي شوفي ناش قال لي قل لي express your like نتوني قلنا dislike يعني فتشي انت ما تحبه وانا شراحة قل لي I don't like flies هاني ما احب نقول لي يعني dislike او don't like يعني انا فتشي ما احبه فتشي انا ما احبه اوكي هاي انا اضيفها من يم من يمي انت اضيفه استاذ شون عارف راها عارف وفهم هو قيل لك dislike جملة الثالثة قل لك express your dislike يعني dislike يعني شي ما تحبه اش قلنا اذا شي ما تحبه اقول لها I don't اقول لها I don't اقول لها I don't like spiders استاذ كلمة spiders امنيلي هو منطكياح بني متحان هو منطكياح هو مني قللك spiders او كافي اقول لها I don't like spiders قل لي هنا express your dislike you dislike يعني شي انت ما تحبه يعني فاتش انت ما تحبه لانا قل لك dislike اش راح اقول لها اني منشوفت كلمة dislike يعني لا راح اقول لها بالحل راح اقول لها بالحل I don't like اذا تلاحظ لي كل كلمة كل كلمة dislike يخلي don't like يعني فاتش انا ما احبه استاذ هاي من عندي نعم من عندك واخر شي قال لك express your dislike يعني عبر عن فاتش انت ما تحبه قال لك bats bats يعني الخفافيش اقول لها I don't like bats يعني انا ما احب الخفافيش انا ما احب الخفافيش شون عرفت هذا السؤال من قال لي express your dislike استاذ هذا المغوء شون اقرأ اظل عيد واكرر بالجملة من اظل عيد به مرة ومرتين وثلاثة واربعة وخمسة خلاص انت حفرته اعيد السؤال والجواب اعيد السؤال والجواب اظل عيد به لحد ما ينحفل نجي هسه على choose the most suitable word اختار الكلمة الصحيح نجي يقول I love love شكنا عليها يلا حلو لياها يلا ايش رحنا نختار لها يلا الاولى عليكم اني ما راح حله I love من قال لي love طيب شثانية قيل I we love نحن نحب eat لو eating لا eating زينستاذ ليش قيل لا يختارينا we eating لان love شيجي وراها يلا يجي وراها في علبة انجي يقل لك it doesn't like watch هنا قيل لك correct the verb يعني صحيح الفعل تشي تسوي تكتب لي الجملة مثل ما هي تعيد ليها كلها مثل ما هي وتنزل على go هذا الwatch تكتبه مثل ما هو من يقل لي correct يعني صحيح نقل لي يا با watch watching استاذ لا عفو خلينا أعدلكم من نص مالتها watching استاذ ليش قيلت watching there's no fit ing من عندك انت لا هل مو من عندي هل من القاعدة لانا أنا عندي don't like I like هاي ونشوف قلت لك ياهن هذين الأفعال دائما يجي وراها نفعل بi ing حضي ياهن hate love enjoy like dislike يجي وراها نفعل بi ing يلا عيد ويعيد ويعلا على ما تحفظ طيب الجملة اللي وراها قال علي and i يعني أنا وعلي enjoy swimming swimming لا swimming طيب ليش لأن عندك enjoy أيضا تيجي وراها بi ing انا عندك hate هنا هم نفس الحالة استاذ احنا اش راح نختار نختار الفعل b ing going استاذ ليش going لأن عندك hate hate تيجي وراها بi ing طيب نجي على هذا السؤال أيضا يقل لك express you dislike concerning tea يعني عبر عن فتشي انت تحب تشاي هاش راح نجاوب ها هاي ما راح اجاوبكم عليها انتو تجاوبون يلا جاوبوا لي متون شرحت لكم الموضوع يلا رجع الفيديو وشوف اذا ما فتهم هذا الموضوع انتهي بس اريدك تركز لي زيان هنا جايلك express your like شوف السؤال شنو صيخة السؤال express your like عيد هو ايا express your like express your like express your like هاي صيخة السؤال انتبه عليها زيان راح ننتقل على موضوع اخر اسم express شوف هنا preference نشوف كلمة تفضيل يعني او عندي عفون كلمة preference preference يعني تفضيل كلمة express preference يعني عبر عن التفضيل انتبه زيان express preference شوف هنا express your like هنا express preference شوف صيخة السؤال تختلف بالامتحان مو لقم تخربط بين اتن express preference اوكي هنا راح استخدم I'd like أو I'd love to أو I'd rather هذن الثلاثة هذن القواعد الثلاثة راح نستخدم في هذا الموضوع راح نستخدم اذن في هذا الموضوع في هذا الموضوع في هذا الموضوع نستخدم نستخدم القواعد القواعد التالية نستخدم القواعد التالية اللي هي I'd like وراح في المجرد و I'd love و I'd rather هذن ثلاثة نستخدم منه هذا الموضوع خلينا ناخذ طيب ركزين express your preference preference من قال preference اذن هذا الموضوع ما I'd like طيب قيل concerning going شوف هنا مو عندك going concerning وراك كلمة وراها هذا الفعل going سوي مجرد احذف ing إذن اكتب لي ملاحظة في هذا الموضوع في هذا الموضوع ناخذ الفعل بعد كلمة concerning من نشوف كلمة concerning آخذ الفعل اللي يجي وراها ناخذ الفعل من بعد كلمة concerning ونحذف ing منه ونحذف ing منه يعني مش هنا عندي أحذف ing أحذف ثم نستخدم القاعدة ثم نستخدم القاعدة هو قيل لي أجي أنا عندي هذه الجملة جدتنا بالامتحان وهذا الحل ما عندي راح حذف الحل هذا حل شنو ما ك حل هس أنا أدور حل حل ما ك حذف ما عندي حل أريد حل ما حل طيب أجي express your preference preference طالما عندي كلمة preference إذن هذا الموضوع ما لها القاعدة لأيد لا حلو ركز على هاي الكلمة على مود ما أنساها حلو طيب وراها شراح أسوي من أخذ الفعل المجرد هذا من أجيب أجيب من ورا كلمة concerning من عندي كلمة concerning هاي الكلمة الورا عندي go شراح أسوي لها سوي going أخلي يعني حطها بس مجرد راح أجي أستخدم I'd love يعني معناها راح أستخدم I'd love فأنا شراح أسوي راح أجي وأقل I'd love to هاي موجودة من القاعدة هاي هو أصلا أنا عرف I'd love to go إذن أنا استخدمت هنا to go إذن هي أستاذ مقون نعم تحذف ing منعتها وتخليها زين أستاذ ليش نحذف ing لأن هي القاعدة قائلك حق بيع المجرد I'd love to go to the mall يعني أريد أروح للم mall أريد أروح للم mall شفت شو راح لليناها يعني مو كيف نمشي على القاعدة نمشي على القاعدة راح ناخذ المثال الثاني ووضع لك من قال express your preference معناها هذا الموضوع ما لل I'd like أو من هذن القواعد الثلاث أول قائل راح أحط I'd rather زين استاذ هاي watch ليش ما حطت إلى ING تونق إن نحذف لأن هو قائلي بالقاعدة فعل مجرد راح نزل I'd rather من عندي طيب يا سيدي هاي نزلت الكيها ولا تزعل من عندي صدوق شذيب هاي ال I'd rather نزل نزل عندي زين استاذ هذا ال watch هذا استاذ هذا I'd love هو قيل I'd love هو من طنيها حتى لجب لها بالأخير قبل بداية ما العلاقة شون عرف هذا السؤال كلمة preference نشوف كلمة preference معناها هذا هو السؤال طيب يا سيدي ولا يهمك I'd love to play استاذ play ليش فعل مجرد هي هنا ما هي القاعدة تقول فعل مجرد أمشي على القاعدة زين استاذ وتنس هاي من هين جبت هي موجودة عندك بس وانا نزلت مثل ما هي يعني بهذا الموضوع كل شي ما راح تسوي غير تستخدم القاعدة وتحط الفعل مجرد بس بس هاي جملة سوال سطورة واش قد حطيت القاعدة I'd love to وخليت هاي نزلت مثل موجودة من السؤال وانا جبت تحطيت هنا بس نفس الحشي ونفس الموضوع اكس برس يو برفرنج كونسرننج ايتي باستا باستا يعني المعكرونة قلت ليا I'd love to ليش خليت I'd love to لين هو قيل he used I love ونزلت eat pasta زين استاذ هي مو ing نعم عرف ing لين الفعل مجرد خلينا ناخذ هنا عدنا هاي صيغة الامتحان اخرى هاي مال اختيارات هاي عليكم هذا السؤال قيل لك I'd rather الراذر يجي وراها play لو playing لو شنو اختيارات بعدين قل لك I'd love I'd love يجي وراها to go لو go انت تجي وراها rather الراذر يجي وراها watch لو يعني بياه انجل وفعل عادي اريدك تختار انت ونفس حال بقية التمرين السؤال الاخر هذا ايضا تجريب انت تتحلي يقلك express your preference concerning going to the mosque يعني تذهب للجامع الشون استخدمه ها هذا الفعل going ب ING اش راح اسوي لل ING ها يا ابطال شا سوي لي وشا سوي شا كتب انزيل ها خلاص هذا عليكم التمرين انت تحل ليا هذا التمرين كل انت تحل ليا وانت ليا خلا نشوف حالك طيب هس راح ننتقل على موضوع هو اسمه الموافقة يعني انت توافق على التفضيل agree to his preference السؤال طيقة السؤال تجي agree من نشوف كلمة agree to his preference معناها هاي الموافقة يعني انت توافق على هذا التفضيل لو ما توافق يعني واحد قال لك من نشوف كلمة agree his preference تحط هذا الموضوع تحط هذا شون جاوب استاذ تجاوب لي بوحدة من هذني yes I agree أو yes I'd love to وأنا صراحة يعني أفضل الأولى yes I agree يعني سهلة سهلة وبسيطة بسيطة يعني ما ما يرادلها تعال yes I agree خلي الأولى بس دائما إذن قول yes I agree yes I agree يعني أنا وافق قلني جي السؤال قل لي my favorite game is football يعني يعني لعبتي المفضلة هي كرة القدم من قال لي agree his preference بدون ما أفكر أقل لي yes I agree شون عرفت السؤال على هذا الموضوع لن قال لي agree يعني وافق وافق قلت لي yes I agree قل لي يا به agree his preference أيضا قل لي yes I agree ونفس الحاجة كلية yes I agree قل لي يابا فريق المفضل ريال مدريد سيزعلون جماعة برشلون لا حبيب هذا موضوع يعني عاد ما العلاقة برشلون ونفس my favorite game is football قل لي yes I agree I my favorite hobby is fishing قلت لي yes I agree بس خلاص هذا هو الموضوع من تشوف agree قل لي يابا yes I agree بس تهى الموضوع هذا هو كل موضوع ترى هاي المواضيع هواية ويرادلها مراجعة وقراية مو تجيني انت تشوفها مرة واحدة وتقل لي أنا ما افتهمت لا اظل عيد اظل عيد بالفيديو اظل عيد بالماد اظل اكرر بها على مدحفظها هسا رح نيجي على موضوع suggestion suggestion يعني معناها اقتراح انت تقترح فتشي اوكي شنه يبقى عدمال هذا الموضوع يعني مثلا نقول لي يابا تلفزيون من هذا الموضوع نجعل القاعدة مالة الاقتراح اولا القاعدة why not زادا فعل مجرد او let as زادا فعل مجرد او how about زادا فعل بing ثلاث قواعد ما للإقتراح ما للسجسشن عيدوا اياي سج 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 جسشن سجسشن 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 اقتراح سجسشن اقتراح طيب شن القاعدة مالته يا اما why not وراها فعل مجرد يلا why not وراها فعل مجرد وراها why not شن فعل مجرد يعني فعلها بيضافة why not زادا فعل مجرد why not زاد فعل مجرد مثال عليها why not go to the mall شن رأيك الروح للم mall شن رأيك الروح للم mall why not go to the mall شن رأيك الروح للمحل why not go to the mall جملة ثانية let us زائد فعله جرد let's go to the mall خلينا نروح للمر let's go to the mall يلا عدوية let's go to the mall دعنا نروح للمر let's go to the mall دعنا نروح للمر let's go to the mall قاعدة الثالثة how about زائد فعل باينج how about going to the mall ما رأيك بالذهاب إلى المحل how about going to the mall how about going to the mall إذن الabout دائما يجيني هاي مفتاح الحل يجيني وراها فعل bing ركزتي على هاي الملاحظة كلش مهمة وعندك هنا why not let us ذنه يجي وراها الفعل مجرد إذن الhow about شي جيني فعل bing خلينا نشوف السؤال ملاحظة مهمة مرات يعني إريدك أنت تكملي شوية والموضوع سهل يعني موضوع مو صعب أبدا مو صعب سهل يعني قال لك هنا make suggestion من قال لي suggestion يعني معناها إريد اقتراح أوكي هو قال لي use let us use let us قال لك suggestion for a little brother about where to spend the weekend the weekend يعني تقضي العطلماتك هذا سؤال جاي وزاري أقل لي let's go to the cinema أنا جبت من عندي let us هو أصلا من طنيها أنا خليها بالبداية وأقل له go to the cinema يعني نذهب إلى السينما هو قال لي وين تقضي العطلماتك قل أنت let's go to the cinema أو أقل له let's go to let's أي جملة كيفك مهم ثانيا شوف السؤال الثاني قل لي make suggestion من شفت كلمة suggestion من شفت كلمة suggestion هذا مفتاح الحل قل لي make for a friend who is hungry يعني صديقك جوعان شتقترح علي بتقل له how about eating pizza شون رأيتنا أكل pizza إذن قلت له how about انت ضفت من عندك how about يعني أصره هو مطيكيها انت تحطي وتحط وراها eating pizza زين ليش خلينا لنفعل هنا ING ليش لأنه قلنا about يجي وراها فعل ING توني ذكرنا إيها وني أوكي قل لي make suggestion for a little brother about where to spend the holiday قل لي وين تقضى العطلة قلت له how about watching a film شون رأيك مشاهدة الفيلم نفس الشي هو قل لي how about أستفدم how about وحطوا شي من عندي إضافي بس لا أكثر ولا أقل طيب وراها عندي قل لي يا بأ make suggestion من شفت سجسين هاي معناها اقتراح حلو انت شراح تقل له who is tooth طب منها tooth tooth اتش يعني معناها مريض بالأثناء عند مرض بسنونة مريض عند مرض بسنونة وهو شقال لي قال لي see a dynaist هاي أصلا هو منطق يا هو منطق يا see a dynaist هاي الجملة يعني هو منطق الجملة هاي تكملة فانت شراح تقل لي let's see a dynaist خلينا نشوف خلينا نشوف الطبيب يعني انت كل شي ما سوّت غير خليت لتص بالبداية زين هاي let's مني انجبتها ما احنا ذكرنا هاي ما اللي اقترح تجينا بالبداية طيب قلت let's see a dynaist زين استاذ see ليش ما حطينا لها ing روح لع القاعدة هاي let's بيها بها ing لو ما بيها لا ما بيها لذن ممكن فكيف تحط انت let's ما بيها اوكي فقلنا يا بي let's see اذا dynaist dynaist سوري وليس dynaist dynaist يعني طبيب اسنان dynaist لاف طيب خامسا قل لي use how about استخدم how about حتى تسوي اقتراح تروحون انت وصديقك يعني go to the beach on a friday تروحون للشاط يعني تروحون للسباحة تغيرون جو بالعطلة اوكي peach يعني شاطة قلت له how about going to the beach on a friday استاذ ليش خلينا للفعل ing داوني ذكرتلك الاباوت تجوارها فعل b ing لا تنساها هاي القاعدة الاباوت تجوارها فعل b ing ونزلت الجملة مثل ما هي اللي هو قالت لك go هو قيل منها go انا نزلتها من عندي انا نجفتها من عندي قلت ing للgo ليش لاني هذا الاباوت تجوارها فعل b ing شوف صيغة السؤال الثانية صيغة السؤال الثانية وهذا سهل طيب ليش لان الاباوت تجوارها فعل b ing about قل لي correct the verb يعني معناها صحيح الفعل اذا هناش راح اسوي راح اكتب بالحل اكتب go وحط ing استاذ ليش خلان لها ing لان عندك about الثالثة هم تحط ing الرابعة هم تحط ing تختار ing يعني مرات انت تختار الاختيار ومرات انت لازم تكتبه حسب السؤال ذنها الاختيارات بين القواس طيب الخامسة قيل لك لتاز قيل لك play lo playing ها اللتاز شو اختار لها بله خلينا نروح للقاعدة لتاز شنية وراها فعل مجرد ما حط ing اذن اذن هنا لتاز راح اقول play ما راح اختار لهم ing ليش ما اختار لهم ing لانه اللتاز يجو وراها فعل توني ذكرنا اللايك يجو وراها يجي to go ليش اختار انا to go تعال رجل وموضوع هذا اللي اخذنا مواثي قبل هذا وين اي هذا وين شوف like to like اذا اللايك يجو وراها تو اختار اخذناها ثاني يقل about طبعا انا اختار 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 ing طيب الراذر قلنا يابا go ليش الراذر go لان الراذر احنا توني ذكرنا ان الراذر يجو وراها فعل مجرد why not توني ذكرنا الwhy not يجو وراها فعل مجرد i'd love ايضا يجو وراها to go i'd love دائما يجو وراها to go هاي توني اخذناها وعدنا ايضا لتاز يجو وراها فعل مجرد ما عدنا تمرين اخر جاي وزاري قل لي يابا اختار to go no go no going i'd love تجو وراها to go دائما اخذناها قبل شوي الراذر يجو وراها فعل مجرد i'd rather go how about يجو وراها going يجو وراها فعل b.i.nj about يجو وراها b.i.nj دائما نذكر و let us يجو وراها go يعني ما ما يصير اقول let's going اقول let's go بس هس رح نجي على الموافقة على الاقتراح accept the suggestion اقتراح accept يعني قبول هذا الموضوع كلش سهل مجرد تحفظ لي كلمة واحدة وهي let us yes let us بس تحفظ ايها غيرها ما اريد من عندك كلش ايها ذني رح نولي الكهب اللون الاحمر دائما اللون الاحمر لون اجاب يعني هذا خطير يعني مهم طيب قلي let's go for a picnic خلينا نروح لل picnic يعني عطلة ونزح قلت yes let us طيب شون عرف تاني هذا السؤال ما هو قيل لك let us هو قيل لك accept يعني اقبل هذا الشي قلت yes let us قل ياب let's play a game خلينا نلعب هذا اللي باللون الاخضر حتى حط لك باللون الاخضر على مو تعرف هذا مفتاح الحل مفتاح الحل شون تعرف هذا الحل انت معيني هاي شوف هذا هو مفتاح الحل شوف إذن let's go for a picnic قلت لها ب yes let us بس مجرد تحفظ yes let us أصلا let us هي موجودة من البداية من let's let's لنا شوف let's وشوف accept أقل yes let's قل يابا خلينا نروح للترسل قلت yes let us قل خلينا شوف فيلم قلت yes let us قل خلينا نلعب فيديو ألعاب فيديو قلت yes let us خاص هذا هو الموضوع نجي على سؤال أيضا جدا مهم بالوزارة ودائما يجي وهو أبارة عن matching يعني ربط ربط بين الأشيار يعني أنا دائما أقول لك خلينا نسوي ها على شكل قائمتين قائمة A هاي الفوق وقائمة B هاي الجو يعني قائمة A وقائمة B طبعا مو بالضرورة هو يجيب ليها عجالات هي حتى لو يجيب ليها قدام محدد ثاني يعني حتى لو يقدم ناس على ناس مو مشكلة طيب أنا أعرف أن Go To The Cinema Go To The Cinema يعني يذهب إلى السينما Go To The Cinema استاذ يستعير كتاب تحفظ إياها بالإنجليز وبالعربي علموا تذكرها يكتب رسالة يعني قذ الصباح الصباحيات يقضيه يقضي الصباح يلعب لعبة أظل عيد بيها هسا رح نيجع لموضوع تحويل إلى الماضي يعني شلون أحول الفعل للماضي وشلون يجيني بالامتحان هسا رح أشرح لكم أول قاعدة أنا عندي فعل عادي حوله بالماضي أضيف لأيدي مثل عندي كلمة work يعمل واركد عمله بالماضي قفت لأيدي watch يشاهد watched يعني شاهده بالماضي حوله بالماضي أضيف لأيدي طيب إذا كان الفعل عندي منتهب إيه خو ما أرجع النوبة أنا ما حط له إيه لا قلت لأيابا قلت لأيابا watch عفوا save يعني يحفظ قلت لأي saved يعني حفظه أو تجي بمعنى ينقذ ينقذ arrive يصل arrived وصله بالماضي arrived وصله بشحطت الهدي لأنه أصلا بيها إيه طيب إذا كان الفعل منتهب واي راح أقلب الواي إلى آي وضيف إيدي مثلا عندي كلمة try أقول لأ tried try tried مثلا عندي كلمة steady steady أقول لأ steady steady studies شوف فعل عادي منتهب واي أقلب الواي إلى آي و يعني هذا الواي يقلب إلى الحرف آي إيدي شوف أضفت آي إيدي أنا أضفتها من عندي مثلا عندي كلمة try try مثلا عندي كلمة cry يبكيها من نفس الحالة بفعل طيب بس إذا عندي مثلا كلمة مثلا عندي كلمة play كلمة play أوكي وعندي كلمة stay هذن الكلمات نريد أحولها للماضي ما راح أقلب الواي إلى آي طبعا لي إيش ها من يجاوبني يا بطل يلا ما راح أقلكم يا ريك شون السبب ريك ما أنت تقل ها ليش شين عدنا هنا يلا من يقلي لينا شين عدنا هنا ها من يقلي يلا جاوبوني أنتو يلا من يجاوبني هنا ليش ما قلبنا الواي إلا آي يضفنا إيد بينما هنا قلبنا مثلا عندي كلمة try steady قلبنا بس هنا ما قلبنا بس ضفنا إيدي جينا قبر لقعنا بإيدي طيب لي إيش ها يلا أريد واحد يجاوبني مثلا عندي كلمة stay حفظوها hi أوكي تحفظونهم تكتبونهم مرات أكرر الفعل مثلا عندي كلمة stop stopped كررته ليش لما انتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة حرف علة منتهي بحرف وقبل حرف علة من عندي حرف علة قبل الأخير أكرر stop stopped travel traveled شوف كررنا الحرف الأخير وضفنا إيدي كررنا الحرف الأخير وضفنا إيدي طبعا عندك شوار عندك بعض الشوار حتى إذا أنت ما افتهمت الموضوع أريدك تحفظ لي ها نحفظ عندك مثلا work worked watch watched save أظل تعيد بيهن أظل عيد بيهن وأكتبه والحد ما أحفظه مثل اسم وعندك ذلك شوار مثلا take يأخذ took أخذه take يأخذ بالمضارع took أخذه put وput نفس الشي هذا هنا نفس buy يشتري bought اشترى بالماضي طبعا هاي الجيت ما تلقى طيب go يذهب went ذهب ذهب سي يقول said قال هنا أجوب هذا الحروف ينفق بس الأوت حط لأي بس الأوت حط لأي فقط make و made و do و did وإيضا عندك هذين الأفعال موجهزات و الكتاب كل شو هم وذين كل هنجايات وزاري عندك want wanted حط لها ايدي بس بس لا أكثر ولا أقل عندك كلمة عندك كلمة want wanted is صارت was سي يقول قلنا sad arrive arrived laugh هيا طبعا ال지 احنا تلفظ f ال지 احنا لف ضحك laughed احطت لها ايدي land landed ظلت عيد بيهن وتكتب send يرسل send رسله send send loose lost fly شوف هل انصارت fly يطير شوف هل شوف 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 انصار طار بالماوي عندك set مثل ماهي get صارت got put قلنا مثل ماهي grow i o صارت i فقط spend صارت spent when ربيحة او رابع يربح one ربيحة بس عندك i صار o go قلنا يصير went look صار looked get صار got زين عيني هذاني مهمات واصلا بيهن مكررات وانا مكرر على متح فضان try قلبنا y i y y y do صار did leave صار left غادرة worry شوف قلبنا y 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 clean y y y y y y y y y الماضي شون قتم تنظيم خلني شوفوا شون جايب الامتحان قل لي يا بلوك صيره لوك طيب اللوص شا صير تابعنا خذناها هايو باني ها تابعنا بلوز قلنا صير لوست نفسش قل لوك صيره لوك القروه شا صير بس الاوه سويها ايه هذني تحفظ ليها هنهن ومعانيهن وكلش كلش مهمة وشوفت عينك شلون جايات بالوزارة وسؤال مهم ودائما يجي طبعا هذا السؤال جاي وزاري وكلش مهمة هذني كلمة سترايت جاي اوياها هير كلمة سترايت هير يعني شعر مصفت هذني استاذ شون يجنب الامتحان باول يجيب لك هنا قائمة اي وقائمة بي مخربطات يعني مثل انها واحد هنا قل لك يا بمثل كلمة مثل عندك كلمة هيد هاي وان هي هيد هاي هيد هنا شوفها هاي هيد طيب واثنيا اثنيا قل لك يا بمثل ان انطاك كلمة هورس هورس يعني حصان هورس حصان اوكي وبعدين انطاك ثلاثة انطاك كلمة اخرى طبعا مخربطات يعني قل لك يا بمثل كلمة كيرلي طيب طيب انطاك هنا قدامها هاي اي او جواها حط لك الاي شحط لك ويا الاي هير هير يعني شعر طيب والهورس الحصان اي شحط لك قدامه وهنا مرايدين لا حط لك تيتشر اوكي طيب وعندك كيرلي كيرلي حط لك قدامها على سبيل المثال رايدينج طيب المثل بش لزام شتسوي كومية لازم انطاك هاي اي انقاك يها بي وهاي انطاك يها انا سي كومية لازم تعرف كيفك لا انت وازم تعرف ان الهيد تجوية تيتشر هيد تيتشر ها فعاد انت تجي من ادريدة تحل يابا تقول يابا بسم الله الرحمن الرحيم واحد تقول يابا هيد هاي هيد عفوا هاي الهيد جاية ويا من الهيد اشتاخذ الهيد اقول ليابا هاي ويا البي احط وياه اكتب الكلمة كاملة علمت خافي حط لخطة قفان انسي قلت ليابا هيد تيتشر حطها وياه ارتبه وياه فخلص احلي صار صحيح هان انطلت انخذ الدرجة كاملة وكمل البقية هم نفس الحالة اقول يابا افني الهورس وقل الهورس تجو ياما ويا الرايدنج هاي واني يشوف هورس رايدنج ونفس الحالة ونفس الموضوع بالضبط ما عندي كل شي جديد طيب سترايت هير يعني شعر مصفط مصفوف يعني ويعني مشط كيرلي هير يعني شعر مجعد هذا موضوع اخذناه هاي رح حذفه ليش لان احنا عرفنا هو الشعر يكون مجعد هاي ما رح نقراه ليش ما رح اقراه لانحنا اصلا ما اخذيناه عشان اظل اعيد بيه بس عبا تذكركم بيه بس لا اكثر ولا اقل هاي الستة طيب اذن سترايت هير يعني شعر مصفط ومصفوت يعني 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 غير مجعد عدل هيد تيتشر يعني مدير مدرسة هيد تيتشر مدير مدرسة هيد تيتشر مدير مدرسة اظل اعيد بيه اظل اعيد بيه هاي البقية كل هنحفظهم تاون بايك هورس رايدنق ركوب الخيل او ركوب الهورس يعني عصان او خيل نشت الشي كلش مهمات هذن وجايات وزاري ركزودي علي نيجي على تمرين ايضا كلش مهم وجاي وزاري اهنا طبعا هذا الموضوع كلمات فوق انا ازلها نجوه طيب هذا التمرين هذا التمرين طبعا يعني مجمع من اليونت الاول مجمع يعني بس انا جبته حطيته هنا بهذا اليونت لان هذا اليونت بيه قواعد هوري وحطيت الكمية بهذا اليونت على متقلون يعني تستعدون لامتحان الوزاري هذي بيه كلمات كلش مهمة ويجيك بالامتحان طيب اول شي عندك كلمة ادفايس معناها نصيحة عندك ابسود 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 يعني مشهد ابسود يعني مشهد ويل ناون يعني مشهور مشهور او معروف تيجي يعني ويل ناون يعني معروف ناون يعرف ناون معروف يعني كل الدنيا تعرف طيب population معناها شعب شعب يعني مع الدولة transport يعني نقل that معناها طبيب بيطري بيطري يلا نعيد وياه مرة ثانية أدفايس نصيحة أدفايس نصيحة أدفايس نصيحة أدفايس نصيحة أدفايس نصيحة أبسود مشهد أبسود مشهد أبسود مشهد أبسود مشهد أبسود مشهد أبسود مشهد population شعب population شعب population شعب population شعب tranisport يعني نقل tranisport نقل tranisport نقل tranisport نقل vet طبيب بيطري طبيب بيطري vet طبيب بيطري أقلل عيد بالجملة إلا أنت نحفظ طيب أجي جملة الأولى الحل بالأحمر واللي بالأخضر مفتاح حل طيب من أشوف كلمة filming filming يعني داي يصور فيلم داي يشتغل بالفيلم داي يصور به إذا أنا أقول لأي باسود مشهد الثانية من أشوف كلمة يعني قوارب يعني قارب ما أي شي يعني قارب يعني نقل من أشوف كلمة قارب راح أقول لأ tranisport معناها نقل يعني القارب يشتغل النقل أوكي ثلاثة من أشوف كلمة live يعيش يعيشون live يعيش وليبيا يعني يعيشون في ليبيا live ليبيا أقول لأ ياذا population معناها شعب أوكي أربعة من أشوف كلمة well now يعني مشهور يعني طبيب أسنان مشهور طبيب أسنان مشهور well now thanatist thanatist سوري طيب خمسة يقول give يعطي شنطي افتاح الحل give شعطي من أشوف كلمة give يعطي شرح أقول لأي بها هذه من أشوف كلمة يعطي ينطي قلت لأي بها وقلت لأي بها advice يعطيني نصيحة طيب خلسة من أشوف كلمة take care of animals personal take care take care يعني يعتني takes care takes care يعني يعتني وهالكلمة كلش مهمة يعني ماكو سؤال ما جات وزاري بي ماكو سنة ما أجت وزاري take care يعني يعتني of sick people يعني عفوا sick animals sick animals يعني الحيوانات المرضى يعني يعتني بالحيوانات المرضى هذا من هو ذات الطبيب البيطر من أشوف كلمة sick animals حيوانات مرضى take care يعتني أقول لأي بها ذات طبيب البيطر نأخذ آخر موضوع بهذا اليونت نأخذ آخر موضوع نأخذ آخر موضوع بهذا اليونت طبعا هذا الموضوع هو اسمه الدعوة invitation invite يدعو invite يدعو طيب أولا القاعدة عندك would you like to هاي القاعدة هاي القاعدة الوحيدة هل حنستخدم would you like to زادا فعل مجرد يعني would you like to دائما ورا فعل مجرد هاي القاعدة طيب هاي واحد ثانيا ركزت على هاي الملاحظة مفتاح الحل هو invite أو invitation invitation سوري invitation invitation invite وحاطل بها شن يعني invite يدعو بنشوف كلمة invite حفظ لأسهل كلمة invite كلش كافي invite حطكيها بلون أخضر على متصر مفتاح invite يدعو invite أوكي شون حل ملاحظة نحذف عبارة invite your friend to ونضع بدلها would you like to بس نعم بس طبعا أكيد يدخلي بالأخير علامة استفهام لأن جملة سؤال باعتبار يعني أوكي إذن أدور على كلمة invite your friend أدعو صديقك هاي كلمة invite your friend حذفتها شلتها ماكو حذفت افتح الحل invite حطيتها بدل كلمة invite would you like to go to this enemy قل لي invite your friend to come to the party أدعو صديقك على مديجل الحفلة حذفت كلمة invite your friend وحتى ذا قال لي invite your brother أدعو أخوك أدعو صديقك أن يزور المتحف أحذف كلمة invite to وحط في بداية لها would you like to invite your brother to go to the picnic أدعو صديقك يروح للنزهة would you like to go for a picnic طيب invite your friend to drink some coffee أدعو صديقك لشرب بعض القهوة قلت له would you like to drink some coffee بس مجرد تخليه تخليه بالبدال فقط مفتاح الحل هو invite your friend invite your brother طيب ملاحظة إذا قال لي أجب عن هذا accept accept يعني أجب اقبل من قال لي accept مجرد رح أقول yes I'd like استاذاني شون رح عارف هاي صيغة السؤال أحسن تخش سؤال خش سؤال بكل بساطة من شوف would you like to تقول له yes I'd like would you like to go to the mall هل تحب الذهاب إلى المال أقل لي yes I'd like بس أخلي ليس أجل شون مفتاح الحل would you like to و عندك يعني accept هاي كلمة would you like to طيب شوف من الساعة لما كان يجينا لت أصدعنا هس هنا أقل لي would you like أقل لي yes I'd like إذن هذا نفس الجملة would you like to visit museum هل تحب زيارة المتحف أقل لي yes I'd like would you like to go for a picnic أقل لي yes I'd like هل تحب تروح بطلة أو نزه would you like to drink some coffee هل تحب تشرب بعض القهوة أقل لي yes I'd like would you like to go to a movie تريد تروح للموفي أو للسينما أقل لي yes I'd like قل لي would you like to go to the mall أقل لي yes I'd like بس هذا هو الموضوع انتهب بس هذا هو الموضوع مفتاح الحال هو would you like و accept would you like و accept انتهى موضوعنا لهذا اليوم هذا اليوم الثاني خلاص كامل مفتاح الحال